برشا ما يعرفوش راهو الأوردة والشارين ما هومش لي فاريسا كهوا هما ديجا ديجا الهنين المشكلة الكبيرة برشا سا اللي عندوا مثلا الفاريس خاطري أكثر ممكن الباتولوجي أكثر مرض أسيقلوا نحن غيبون دوكسوا عند المرأة وإلا عند الرجل هو ديجا عندو الفاريس ما يرش رشكون يمشي راون أكاد لك تغزولي دكتورة جيان دكتور عميد سيفري يقول لك ما نعرش رشكون هل كثم سبيسياليتي ليهي بالأوردة والشارين فما اختصاص واحده دكتور ميدسيين فاسكولياء جستما والعبيد ما يعرفوهش برشا دكتور الانجيولوجي نحن هوني يبش ننتلهيه بالأوردة والشارين يعني ننتلهيه بالليفاريس ما مش كان ليفاريس نحن نشخصه كي يبدأ فما أمراض على مستوى الشارين ننتلهيه زيادة بالوذمات اللمفوية كي يبدأ فما مشكل في الأوعية اللمفوية ننتلهيه بالميكروسيركولاسيون كيف كيف دونك نشوفو المريض نشخصوه كي يبدأ فما مشكل فيما حاجات نجمو نحن ندويوهم مثل وقت يفما حاجات على مستوى الدوالي وحاجة وكي يبدأ عنا تصلوا بشارين ويستحق المريض التسريح والحاجة ووقتها نعديوها لزومة لئنا الجراحين بشهما وقتها يدخلوا على المستوى هذي اكسلان دكتور محمد بن حمامية أستاذ مبارز في جراحة الشارين كما قلنا هو ظاهر سيت انتخابي معناتا انتخابي ديكيب ديكيب معناتا دو سبيشالتين قمليمنتر متى جامش تعمل للميديسين vasculaire صنع لشيروجي كارديو vasculaire وصورتو فينوز لانه دونك العمل كما قلنا نحن متوازي ومترابط الاختصاص متى كما قال دكتور مريم احنا مش رجع بتفاسيل اكثر ببينسور لانه ممكن شو أنواء الامراض اللي تمشي للأوريدة وخاصة في اختصاص جراحة الشارين هناك اختصاص جراحة الشارين جراحة الشارين هي خاصة بالتصلب الشارين اللي هو يصير اكثر في الاطراف السوفلية على نفو دي ممبر انفرير كما قالت دكتور مريم التشخيص يصير عند الانجيولوج جنرال من بعض المريض يجينا إذا كان فما يستحق تسريح ولا يستحق عملية دونك هذو مهم المرضى اللي تتبعوهم احنا الجراحة الشارين تتطور بصفة كبيرة ياسر من عام العام تتطور ذاك عليش احنا في الكونغري حبينا نشوفوا الانوفاشان الاخرانية ان دوميل وانتكتر واحنا التحذير بدناه من سبتمبر الفين وثلاثة وعشرين بدنا نحضره في اكثر من ثمانية شهر التحذير دوك عليش مع تا الو رزولتات كما قالت الحلم تحقق 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 مع تا انقانقري تري بيان ريسي سورتو انا سورة لبلان سيانتفق معنا تفما دي تيم اوزي وفما عنا الجديد